لصوت يعلو داخل فريق النادي الأهلي ولد جماهير النادي الأهلي فوق صوت مباراة الأهلي والزمالك في المواجهة المرتقبة في السابعة والنصف في مساء الجمعة المقبل في المملكة العربية في الرياض في المملكة العربية السعودية في نهاي كأس مصر عرص رياضي كبير رائع يترقبه الملايين من عشاق السحرة المستديرة وليس جماهير النادي الأهلي فقط ولا الزمالك فقط ولكن جماهير العربية في كل مكان مباراة مثيرة وقوية قبل انطلاق أحداث هزام حضراتكم شايفين أمور كثيرة بتحدث خلال هذه الفترة في المباراة وعن المباراة ما بين إشاعات بتقول غياب فلان وعدم غياب فلان أصل فلان مصاب أصل فلان متخانق زي ما قلت لحضراتكم الإسبوعين اللي فاتوا أو الإسبوع اللي فاتوا الإسبوع ده كمان كنت دايماً بتكلم وأنا بتكلم مع حضراتكم هتجدوا بعض الناس الحاقدة بالمناسبة هم ما بيشجعوش الأهلي ولكن أنا أعتقد كمان أن هم ما بيشجعوش الزمالك لأنه الناس دي بتعيث فساداً أو بتعيش في الأجواء الملتهبة عايزة دايماً الأجواء تكون ملتهبة فمثلاً قد يكون معلق مباراة شغلته إيه أنه هو يعلق على المباراة ما لهش شغلانة تانية أنه هو مثلاً يطلع يتكلم على الأهلي ويتكلم على كذا ويتكلم على كذا قد يكون مدير فني شغلته إيه قال إدارة الفنية لأي مباراة ما لهش أنه هو يطلع يتكلم عن النادي الأهلي ولا عن نادي زمالك حتى ولكن في النهاية اللي أنا بشوفه هذه الأيام الحقيقة أنه هم الأربعة خمسة اللي احنا بنتكلم عليهم دايماً لما جيت أتكلم مع أصدقائنا هنا فيه أو زملائي فيه فريق الإعداد قالوا لي يا كابتن هم هم الأربعة خمسة اللي بيتكلموا عن التحفولان وعلان وترتان وكذا وكذا معروفين بالإسم ما حدش كتير يعني كلنا عارفينهم أنا عارف ولكن ما حدش كتير بيتفرج عليهم أنا نفسي بالمناسبة يعني أنا نفسي الأربعة خمسة دول ينتهوا من الكلام أو من هذه الأمور اللي بيعملوها لأنه وأنا بتكلم بمنتهى الاحترام ومنتهى الأدب عمرنا ما بنغلط ولا عمرنا حنقول كلام كذا ولا كذا لكن اللي بقوله أن احنا هم أربعة خمسة معروفين خلاص بالإسم معروفين أو لما هتلاقوني بتكلم بهذا الشكل هتبقوا أنتوا عارفين أنا بتكلم عن مين واحد ما لوش شغلانة وقاعد هنا وهنا ويتكلم وقال لك أصل الأهلي واصل بش عارف فين وكذا والكلام اللي حضراتكو عارفينه ده أنا ما بحبش أتكلم بالأسماء ليه ما بحبش أتكلم بالأسماء علشان يعني ما عرفش حضراتكو أكيد عارفين الناس دي كويس وعارفين طريقتهم في الكلام واسلوبهم في الكلام ولكن إن شاء الله الوسط الرياضي سيتخلص من هؤلاء الأشخاص الوسط الرياضي بينقي نفسه دلوقتي خلي بالكو لو تاخدوا بالكو كده هتلاقوا كل الناس بتنقي بنا وبن بعد كده بننقي بعض يعني ايه فيه مصار محترم ما بين الناديين الكبيرين الأهلي والزمالك فيه مصار محترم ما بين مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة نادي الزمالك وبالتالي زيارة لمجلس إدارة النادي الأهلي داخل مجلس داخل النادي الزمالك وإن شاء الله قريبا سيكون هناك زيارة من مجلس إدارة نادي الزمالك إلى النادي الأهلي وبالتالي هي دي المفروض الأجواء الصحية اللي احنا نشوف فيها كرة قدم حقيقية أنت هتقول لي عم إسلام كرة قدم أقول لك آه كرة القدم بتعتمد في الأساس على تنقية الأجواء في كل الأمور وبالتالي اللاعب مش هيبقى في دماغه إلا الملعب فقط فمن المفترض أن احنا نشوف مباراة تليق باسم الكبيرين إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية ساعة سبعة ونص من المفترض أن احنا نشوف مباراة تليق باسم الأهلي مباراة تليق باسم نادي الزمالك خلي بالكم وهنا رسالة اللاعب تليدي الأهلي احنا عندنا ملايين الملايين الملايين بيتفرجوا على هذه المباراة أنت بتمثل النادي الأهلي وبتمثل على الأقل 70-80 مليون أهلاوي جوه مصر مش هتكلم عن اللي برا مصر لكن جوه مصر 70-80 مليون أهلاوي حضرتك في الملعب أنت بتمثل هؤلاء اللاعبين يجب أن تعلم أن أنت بتعمل أي حاجة أن كل هؤلاء اللاعبين أو كل هؤلاء الجمهور مستنينك بيشوفوك بتعمل إيه علشان يقلدوك في منهم أنت مثل أعلى ليهم الصغيرين الشباب الصغير وبالتالي خلي بالك وأنا متأكد من كل لعبت النادي الأهلي كل المسؤولين اللي في النادي من أول مدير الكورة لأعلى الأعلى الأعلى الغد لما تصل للكابت الخطيب كلهم بيعملوا إيه؟ بيتخذوا الإجراء المناسب الكابت الخطيب شاف أن الإجراء مرة مع حسين الشحات شاف أن الإجراء ضاعف الخصف في ذلك الوقت لأنه حاس أنه هو غلط وإنت بتمثل النادي الأهلي وطلع حسين وشكر الناس كلها وقال أنا آسف وبعتذر وكل حاجة هو ده نادي الأهلي بالمناسب فعشان كده وأنا هنا مليش علاقة بأي طبعا نادي الزمالك نادي كبير وكل حاجة ولكن له مسؤولية تحدثوا عنه وكل حاجة ولكن أنا هنا رسالتي اللي عبت النادي الأهلي عايزين نكسب هذه المباراة عايزين نشوف مباراة تليق باسم النادي الأهلي مباراة تليق اللي بيحصل حوالين المباراة بقاله أسبوع ولا عشر تيام حاجة جميلة جدا وحاجة محترمة جدا إخواتنا في المملكة العربية السعودية عاملين أقصى جهد في بعثة إعلامية أعتقد سفر يوم الاثنين اللي فات تابعة لرابطة الأندية وبالتالي أصدقائنا اللي موجودين لنا بيقولون اهتمام إعلامي كبير جدا بهذه المباراة وده طبيعي جدا نظرا للقيمة الكبيرة للأهلي والقيمة الكبيرة للزمالك الاثنين قيمتهم الكبيرة في البلاد العربية كبيرة جدا اوعدوا تصدقوا كلام الخبيث أو الشخص الخبيث اللي بيقول ده عايز يخش في النص لأنه ما عندوش شغلانة فعايز يخش في النص علشان يولع الدنيا ويعمل قصة ما بين الأهلي وما بين الزمالك وده مش هيحصل ان شاء الله الفترة القادمة لأنه زي ما قلتلكم هم اربعة خمسة ومعروفين فكل ما بنشوف لهم حاجة بنقول هم هم مفيش تغيير عمرك ما هتعرف تتغير عمرك ما هتواكب ما يحدث انت عايز المجال او المكان الفاسد علشان تروحت تكبر فيه تكبر فيه وتخش جواه كده وتكبر تكبر الحمد لله كل الفساد او كل الامور الغير محترمة انتهت فاحنا دلوقتي كلنا بنتعامل بمنتهى الاحترام ما بيننا وما بين بعض ولكن سنظل دائما ندافع عن النادي الاهلي سنظل دائما نقف لكل من تسول له نفسه بان هو يتكلم عن النادي الاهلي لانه احنا مش انا احنا كلنا كجمهور النادي الاهلي بنمثل النادي الاهلي وبنحب النادي الاهلي من قلوبنا وبالتالي لن نسكت على اي شيء هما الاربع خمسة وقريب جدا جدا ان شاء الله يكون هناك تقليم لهؤلاء زي تقليم الاظافر كده لهؤلاء العناصر التي تفسد الحياة الرياضية انا ليه بقولي الكلام ده كله لانه انا عندي مطش مش انا كلنا عندنا مطش يوم الجمعة ظروف واجواء المحيطة بالمباراة تدل على اننا على موعد مع مباراة تاريخية وجهة نظري كلنا امل ان شاء الله ان تخرج هذه المباراة بصورة مشرفة تليق زي ما قلت بقيمة الفريقين الكابرين وجماهرهم العريضة المنتشرة في كل مكان في الشرق الاوسط